بعد أن تخرج أسامة من الجامعة أوصته أمه بترك القرية والذهاب إلى عمه الثري بالعاصمة ليعمل بإحدى شركاته فقال لأمه بحزن منذ وفاة أبي العام الماضي وعمي لم يسأل عنها فقد سمعت من أهل القرية أن عمي ظلم أبي وأخذ كل ميراث جدي ولم يعطي أبي شيئا ابتسمت الأم وقالت لقد أنفق والدك معظم ميراثه على علاجه وكانت وصيته قبل موته أن تكون طائعا لعمك وذراعه الأيمن ربما أوفى باتفاقه مع أبيك وزوجك ابنته الوحيدة وتذكر دائما بأن كل عمل خير تقوم به سوف يرده الله لك أضعافا مضاعفة بتدابير عظيمة سافر أسامة إلى عمه الذي قابله مقابلة سيئة وبعد تدخل ابنته وافق على تعيينه سائقا له وظل معه لمدة عامين يعامله بكل قسوة ويعنفه كلما أخطأ أو لم يخطئ وكان أسامة يتحمل قسوة عمه عملا بنصيحة أمه ووصية والده وأيضا بعدما وجد تعاطفا من ابنة عمه ناحيته وتوصيتها له بالصبر وبعد خمس سنوات من عمل أسامة وتحمله من عمه كل الإساءة والمهنة توفي العم وترك لابنته كل الثروة فأعطت لأسامة نصفها وأخبرته أن هذا النصف هو ميراث والده الذي استولى عليه والدها فدهش أسامة وعاد إلى أمه ليسألها إن كان عمه ظلم والده كما تقول ابنته أو لم يظلمه كما أفهمته أمه فقالت له أمه ابنة عمك قالت الحقيقة التي لم أستطع إخبارك بها خوفا عليك من انتقام عمك لقد كنت دائما أحثك للعمل بقول الله تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وها أنت بحسن معاملتك لعمك كافأك الله باستعادة ميراث والدك بل وستفوز أيضا بالزواج من ابنة عمك التي اتصلت بها وفاتحتها في الموضوع فوافقت ألم أقول لك كل عمل خير تقوم به سوف يرده الله لك أضعافا مضاعفة بتدابير عظيمة ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حض عظيم وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم